أولا نحمد الله جل وعلا على ما من به علينا من الاجتماع وأسأله بأسماءه والصفاته أن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجه لأ نافعا لنا في حياتنا وآخرتنا كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين والمناففين وأن يعاجل المغلومين في بلاد الإسلام بالنصر والتمكين والفرج وأن يعاجل المتعاونين على الشرع والفتنة في الشام من رافضة وروس وغيرهم أن يمنى علينا بإصابتهم بأنواع المصائد ودحرهم بأنواع الهزائم وأن ينصر أهل الحق في الشام وأن يوفقهم للتوبة إلى الله جل وعلا بصدق واستنفاذ بلادهم من برات النصيرية التي تفزع معها وتعينها صنوف الرافضة من لبنان وإيران والعراق ومقايا الشيوعية بروسيا فنسأل الله جل وعلا أن ينقذ الظالمين عاجل عيرا عاجل ويعز المسلمين في كل مكان كما نسألهم سبحانه أن ينقذ أهل السنة في العراق وعيان الرافضة وخطمهم وأن يعاجل أيضا أهل اليمن بالخروج من محنتهم وأن يذل اللافظة الذين تغذيهم الصغوية في إيران الحثيين في اليمن نسأل الله جل وعلا أن يمغتهم و يفشل أمورهم كلها وينصر الحق عليهم إنهم يجيبوا الدعاء كما أسألوا جل وعلا أن يحفظ على المملكة أمنها على الدين والدنيا وأن يوفق وأن يتولى أمرها لنصرة الحق وأهله وإذلال الباطل وأهله والتعاون مع دعاة الخير والمركة في جميع العالم الإسلام إنهم سبحانه مديب الدعاء والحمد لله رب العالمين وأن يسألوا جل وعلا أن يحفظ على المملكة وأن يسألوا جل وعلا أن يحفظ على المملكة وأن 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 يحفظ على المملكة